بعد توقف دمى لمدة عشرين يوما من دخول المساعدات على معبري رفح الفلسطيني وكرم أبو سالم تحركت الدفع الأولى من المساعدات من أمام بوابة رفح المصرية متوجهة إلى معبر كرم أبو سالم ومن المتوقع أن يدخل اليوم نحو مئة شاحنة إغاثية حسب الاتفاق بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة بالإضافة لأربع شاحنات من الوقود وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس من أمام معبر رفح تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ها هنا نحن من أمام بوابة معبر رفح المصرية وهذه الشاحنات التي كانت متوقفة منذ عشرين يوما منذ أن قامت قوات الاحتلال باحتلال معبر رفح الفلسطيني لكن هذه البوابة المصرية لم تتوقف ها هي الشاحنات الآن تتحرك لتدخل إلى معبر كرم أبو سالم بالطبع الدخول إلى الناحة الأخرى للأشقاء في قطاع غزة بعد توقف داما لعشرين يوما جاء هذا بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جون بايدن وينتفقوا على دخول هذه المساعدات بشكل مؤقت هذه واحدة من الشاحنات التي تدخل بالفعل محملة بالمساعدات الإغاثية والمواد الطبية وأيضا المواد الغذائية بالطبع يتم تسليم هذه الشاحنات للأمم المتحدة وتحديدا الأونروا ليتم توزيعها على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة تحدث عن أهمية هذه الشاحنات بعد أن كان هناك دخول بعض الشحنات عبر رصيف أو ميناء غزة التي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية وكان جزء من هذا الميناء قد حركته الأمواج وتوقف جزئيا عن العمل لذلك هذا هو الميناء الأهم أو هذه هي البوابة الأهم لدخول المساعدات الإغاثية من مواد غذائية من مستلزمات طبية من خيام وغيرها من المواد المعيشية الهامة التي يحتاج إليها الآن المواطن في رفح الفلسطينية كانت هذه الصورة من أمام بوابط نعب الرفح المصرية والآن أعود عليكم مرة أخرى